واصل سودان اليوم حيث نقرأ حالة من الفوضى والهرج والمرج شهدتها قاعة الصداقة أمس عقب اجتماع اللجنة السياسية مع الأحزاب السياسية المشاركة في النظام السابق وبعض كيانات المجتمع المدني وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي والكراسي الأمر الذي سيكون له الأثر السالب في المشهد السياسي الراهن والأمر الذي وصفه العديد من المتابعين بالظاهرة الفريدة والغريبة على المجتمع السوداني والمشهد السياسي السوداني استباك بالأيدي والكراسي بين ممثلي قوى سياسية محسوبة على النظام السابق وأخرى حليفة لحزب المؤتمر الوطني شهدته أمس الأربعاء قاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم عقب اجتماع قوى المعارضة مع المجلس العسكري الانتقالي الأمر الذي وصفه العديد من المتابعين بالظاهرة الفريدة والغريبة على المجتمع والمشهد السياسي السوداني وبحسب شهود عيان فإن قاعة الصداقة شهدت ملاسنات حادة وهرجا ومرجا وصلت مرحلة الضرب بالكراسي بين الحاضرين عندما أشاد عضو المجلس العسكري ياسر العطى بقوى إعلان الحرية والتغيير التي قاطعت الاجتماع الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء القوى السياسية المشاركة في النظام السابق وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت الثلاثاء الماضي رفضها أي حوار مع أذيال النظام السابق وأنها غير معنية بحوار المجلس العسكري مع هؤلاء ويرجح أن افتعال الشجار خلال اجتماع الأحزاب والقوى السياسية إضافة لخلق أزمات قطوعات المياه والكهرباء وشح الوقود والخفز تأتي ضمن مخطط أذيال الدولة العميقة لإضعاف الثورة الشعبية التي قامت من أجل مكافحة الفساد والمفسدين ترجمة نانسي قنقر